حياتي كلها لله حياتي كلها لله أدري في الدموع لله جل في علا عرفته أنا بنفسي أنا عرفته لن أقول لكم إنه من بني إسرائيل لا إنه من بني هذه البلاد أنا عرفته كان يبكي بكاءا شديدا كان يبكي بكاءا شديدا كان لا يقرأ أمامه القرآن إلا وبكى وخشع وخضع كان إنسانا عجيبا غريبا حفظ القرآن وكان عمره في الثانية عشر من العمر ولكنه كبير بكلام الله جل في علا وبعلمه بالله كذلك أحسبه والله حسيبه ولا أذكيه على الله إني أحدثكم عنه وأسترط على نفسي ألا أحدثكم إلا بما رأيت بعيني وعاشرت بنفسي والشرط الثاني أسترط على نفسي ألا أبالغ في شيء عنه حفظ صحيح مسلم عندي في أسبوعين حفظ صحيح البخاري عند صاحب الثالث كنا ثلاثة أنا وهو وثالثنا حفظ عند صاحبي صحيح البخاري في أسبوعين وتدرون أنا لا أعلم أنه حفظ البخاري وصاحبي لا يعلم أنه حفظ المسلم كان يحب الإخلاق كان دائما يحب السري الصفطي رحمه الله تعرفون لماذا السري الصفطي بالذات؟ لأن السري الصفطي رحمه الله كان يهتم بجانب الإخلاق كثيرا كان من المتميزين في دراسته بل من الممتازين وكان لا ينام إلا من بعد المدرسة إلى الظهر وبعد العطر في الحلقة وبعد المقرب في دروس المشايح وبعد العشاء إلى الساعة الحادية عشر يذاكر دروسه ومن الحادية عشر كل يوم يقوم الليل إلى الفجر لا أحدثكم بمباربة إنه من بنينا من بني بلادنا كان إذا قرأ القرآن يبكي كنت أسرع عن السلف أن بعضهم كانوا إذا قرأوا القرآن يخرون ويغمى عليهم وأعلم خلاف العلماء في ذلك ولكن لم أرى ذلك بعيني لم أرى ذلك بعيني إلا من هذا الشاب نصلي يوم الجمعة فيقرأ الإمام ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء فيسقط على رأسه سقطه ظننا أنه قد مات يصلي ذات ليلة عندي في البيت فلما مستلت عليه مشهدا تبديليا أني قد نمت لأرى ماذا يصنع فأتاني وأنا نام وأنا نائن ثم وضع يده أمام عيني هكذا وأظن هذا يعرفه وأظنه يعرفه فهو كان طاحب لنا كلما ولكنه لا يدري عن شيء ولكن يقوم من الساعة الحادية عشر أنام وأتيقظ وأنام وأتيقظ وأنام وأتيقظ وما زال في ركعة لم يركع ثم يركع ولا يرفع وفي ليلة المخرى يقرأ القرآن خيبا فلما وصل إلى قول الله جل وعلا أمامي كلا إنها لضاء نتاعة للشواء بكى ثم خر مقشيا عليه أي قط ثم قام وتوضأ ثم قام يصلي فلما ضلق كلا إنها لضاء نتاعة للشواء بكى وأغمي عليه فأغمي عليه فأغمي عليه فما أفاق إلا بعد أداء السجن وما أوترت لك الذين يذكي كان يختم القرآن في كل ثلاث ليالي خيبا في ثيام الليل وفي كل سبعة أيام نظرا في النهار أنا أقول لا أبالح هذا أمامي ووالله أنه كان يذكر الله في اليوم الواحد أكثر من إثني عشر ألف مرة عددتهم بنفسي وأنا جاهز معه إثني عشر ثلاث مرة فأسأله لماذا ثم سيقول لي لا يسبقني أبو هوريو لا يسبقني أبو هوريو خيرة خيرة بالعبادة وهذا ابن سبعة عشر سنة حينها لما وصل إلى هذه الدرجة كنت أظن أنه هكذا لا أريد لا أعرف ماذا أقول عنه كل ما مرض به متن من أجل أن يحفظه أقول له أتحداك تحفظه يقول لا تتحد أنا أحمسه أقول أتحداك اليوم الثاني يأتيني يسمع المتن كإسمه إذا أخطأ ثلاث أخطاء لا يعتبر أنه حاصل ثلاث أخطاء هذا من التائبين ويا ليتكم تعرفون ما ذبه فأقول لكم ما ذبه لقد كان إذا أيثنا من الشاب ذهبنا ندعو إنسان فأيثنا منه ما عرفنا أنا أتكلم عن نفسي الله أعلم بغيري وكان مجاب الدعوة أمام 17 نفر يشهدوا بذلك في أكثر من موضوع كنا إذا أيثنا من شاب نقول له اذهب وادعوه والله يومين إذ بالشاب مستقيم يمشي معه يومين بس اليوم الأول اليوم الثاني إذ بالشاب هذا بالضب الأول سواء كان مدخن مخدرات يفعل كذا أو كذا على طول يستقيم بإذن الله إنها البركة البركة في يوم من الأيام كان يقتدي بشيخ لنا في المنطقة الجنوبية أنتم تعرفونه يطير الصلاة يطير فكان يطير يقتدي بالسنة فكان يصلي بالنأس كسراته فجاء شائد فضربه بالعصى وهو راكع في ضحن أمامه ثم بعد الصلاة نظر إليه ثم قال ليش ضربت لي لماذا تضربني قال له أنت موسوس أنت ضيل به فقال له أنت مصطح أنت فيك صحة قال إيش عرفك أني فيها صحة في هذه الصفحة فقال الشام رفع يده لله أول ما رفع يده سقط قلبه قال اللهم احرمه العافية حتى يعلم قدرها فيحسن الصلاة بين يديك كانت صلاة العصر اقسموا بالله ما صلى معنى هذا ذلك الرجل المغرب ما صلى معنى المغرب في بيته على الفراش ثم ذهب وبعد أسابيع رأيته قلت اتق الله فلام في بيته على الفراش قال أسألت بالله والله أخي ما أقصد قلت ادعو له أن يشفيه قال أسأل الله أن يشفيه والله أن الرجل صلى معنى صلاة العصر في الحرم كان يلبس نظارات ثقيلة أنا أقول لكم هذا سائد من عصرنا أعرفه صديقي أكبره ويذكرني أحتبه عند الله والله حكي ولا أذكيه على الله كانوا في الحرم وكان يلبس نظارات فأزعجته أزعجته يقول ما يصبح أن أذهب إلى فلسطين بالنظارات في يوم الأيام فذهب إلى ماء زمزن أمام الناس أمام الناس كانوا 17 نفر ثم خلع النظارة ثم أخذ ماء زمزن قال الله أجعله شفاءا لنظاريه فشرق ثم قال الله أكبر ورمى النظارة أمام أمام الكل فاختبروه في ساعة لا يراها أحد قال تعرف الساعة نقل الساعة كذا وكذا بالضبط الساعة كذا يقرأ القرآن النظر كشف عليها النظر تريم ستة على ستة إنه الدعاء وإذا سألني إيش وإذا سألني لا أعطي ومواقف كثيرة عندي ولكن المجال لا تكفي له تعرفون في يوم من الأيام سألته عن ذلك متى سألته قرأ في يوم من الأيام قول الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتتود وجوه والله أنه بكى حتى كاد أن يقفع قلبي فحضنته وقفلت على رأسه قل يقول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه صروا الناس فسأل بالله ولم يجب أسألك بالله ذالذي يجألك في الفترة أريد أن أبكي مثله يا ناة أريد أن أشعر بالسعادة التي يشعرها قال لي فقد أذرت ذنبا في حياتي فقلت له وما ذلك الذنب تعرفون ما ذنبه فتتضحكون على أنفسكم أظن لكم ذلك يقول وأنا في الصف الثاني الابتلاعي دخلت إلى بطالة فسرقت بسكوتا وأكلته وما من جسد ينفسه حوالي من النيون ما؟ ماك رحمه الله وهو في سن العشرين بطلقة من إنسان أخطأ فيها وهو وهو يحرك تلاحه هكذا في طلقة تخرج فتدخل في جسد هذا الشاب ويموت يموت وانتهى الأمر ولكن ما ماتت سيرته والله لو لا أنه سألني بالله ألا أخبر عنه عن اسمه لكله ولا أظن الكثير في العلم في العلم في العلم والله فأتحب الله وعليا حق الله والله حق وعليا وعليا حياتي كلها لله حياتي كلها لله ولا مو اشتركوا في القناة